إلا أنا عايز أقوله إيه؟ أنا من الناس اللي دائماً ما يتقلها أنت عندك شوفينيزم فأنا نفسي العالم ما تطلعش تسافر بره نفسي يعوده هنا مش علشان فرق السعر والعملة أنا عايز أشوف الجماعات بتاعتي تنافس أكسفورد وكيمبريج ويال وستانفرد وهارفرد وهكذا أما الحياتي عندي عقول تبني الجماعات دي يوووو أكبر سروة موجودة في مصر عقول حضراتكم أساتذة الجامعة والعلماء الكبار فأنا ما صدقت إنه حصلت عندنا طفرة في طريق التأسيس وبناء الجامعات في مصر مش بقى المباني أنا مبسوط خالص إن إحنا شغالين بنظام البرامج مش بنظام الكليات المتعرف عليها والمعوضة والتقليدية وما إلا زلك بس أنا أول سؤال هيجي على بالي طيب مش بس بخصوص المنصورة الجديدة البنشمارك بتاعها أي من جامعات العالم أنا فاهم إنه جزء من المعيير هي إنه النشر العالمي في المطبوعات الدولية المعتمدة جزء من المعيير هي الفاكلتي الأساتذة اللي موجودين جزء من المعيير هي عدد الانترناشنل ستودينس أو الطلبة الدوليين اللي موجودين عندي وده مهمة قوي جزء من المعيير هي قدرتي على إنه يبقى فيه طلب عالي على الخارجين بتوعب في سوق العمل المحلي والدولي في المؤسسات الكبرى إحنا فين بقى في الحتة دي؟ أو في الحتة دي؟ إحنا كل اللي حضرتك تفضلت بيه ده إحنا شغالين عليه حلو وإحنا في بداياتنا مثلا في جامعة المنصورة الجديدة حضرتك قلت أول معيار اللي حضرتك كلمت عليه معيار النشر العلم إحنا لحد الأسبوع اللي فات كنا نشرين في المجلات العلمية المفرصة في المجلات الكيوان يعني في أعلى 25% من المجلات العلمية حوالي 78 بحث علمي من جامعة المنصورة الجديدة 78 بحث علمي وإنا يدوب عندي دفعتين وإنا عندي دفعة واحدة والدفعة الأولى التانية بقالها تقريبا شهرين لس؟ تقريبا شهرين لا مش كده بس لما نقول هو أنا عندي كم عضوة التدريس إحنا ما عندناش أعضاء التدريس بالكثرة اللي موجودة في الجامعات الأخرى لأن طبعا بننسب العدد للأعضاء الموجود عشان نشوف حجم الإنتاج المعرفي والإنتاج البحثي لكل فرضة قدية الحقيقة كمان إحنا وحداك تتكلم عن البحث العلمي البحث العلمي لابد أنه هو يصنع داخل عقول وداخل معامل بحثية متطورة العقول موجودة والمعامل حداك كلمت على حاجتين اختلافة عن الجامعات الأخرى وهو النظام البرامج ونظام مراكز التميز والمعامل المركزية احنا بدي نشتغل بنظام الشير ديري سورسز مش نعمل في كل مكان معمل كذا والمعمل دا يتكرر في الكلية التانية أو في المكان التاني فحنا بنتشارك في هذه المعامل أو الموارد بنتشارك في المعامل اللي فيها مساحات للمشاركة والمعامل المتخصية التخصية هي معامل تخصية من ضمن المعامل اللي بنتشارك فيها عشان نطلع منتج مختلف بعمل جماعي فيه أكثر من تخصص المعامل المركزية أو مراكز التميز وإحنا حالياً بنقدم في مشروع على الريسمس بلس وده اللي بيموله الاتحاد الأوروبي معانا أربع جامعات حاجة من تونس وحاجة من المغرب وحاجة واثنين من من أوروبا وجامعة هين شمس عشان نعمل مشروع دولي المشروع ده جامعة المنصرية ما بتشتغل فيه مش بتشتغل بكلية معينة نقول كلية السيدالة ولا الطب ولا العلوم بتشتغل بأكثر من كلية أو بأكثر من تخصص عشان الأبحاث دلوقتي هي الأبحاث البينية الأبحاث الخصية اللي بتخدم أكثر من حاجة فده فيما يخص النشر العلمي وإحنا لسه في بداياتنا يعني عندنا معمل مركزي إحنا بنتاجي جداً أن إحنا نطوره يكون مركز للتميز في منطقة الدلتا وفي مصر كلها وعلى فكرة المطلوب مننا كلنا في كل جامعات المصرية يكون فيها مراكز تميز أو مراكز تميز لإقليم الدلتا مركز تميز لإقليم الصعيد مركز تميز للقاهرة الكبرى لأن إحنا عندنا أجهزة غالية جداً جداً ومش مفروض تتكرر في كل جامعة لأ ده مفروض دي بتخدم حاجة معينة وتبقى اللي موجود في الدلتا يصح يكون ده مختلف وتتكامل هذه المراكز عشان مصر كلها تطلع الإبداع والابتكار إحنا عندنا بقينا موجودين في كل التصديفات العالمية يعني من التفراط الهيلة في البحث العلمي في مصر الوقت بقينا موجودين جاء عدد كبير جداً من الجامعات في التصديفات العالمية لكن هلها ماذا أنتجت هذه الأبحاث؟ الخطوة الجاية أن أبحاثنا دي تكون أبحاث مثنرة لها عائد على الدخل القومي لها عائد على الاقتصاد المصري لها عائد على المواطن فده دائماً ضمن المعيير اللي احنا حطينها نص بعيننا بشكل كبير جداً جداً إضافة للمعيير تعليم الطلاب هو الطالب بقي بيتعلم التعليم التقليدي؟ لا احنا ما عندناش كتاب مدرسي ولا كتاب جامعي ولا حتى تيكستروك بالمفهوم المعلوم احنا عندنا مصادر معرفة ومشتركين مع أكبر دور النشر في العالم هي مصادر معرفتنا زي اللي حضراك ذكرت مجموعة من الجامعات العالمية اللي هي في الطوب هندرت مش عاوزة أقول الطوب تن حبا دول طوب تن لوحده اه اللي حضراك قلتهم فدول بيستخدمهم مصادر معرفة احنا بيستخدمها يعني عندنا ما بقولش دعاية ده شركة من دور نشر الكبيرة اللي الموجودة ده مجروهيل مثلا زي يعني كورسير الحياة الكبيرة دي دي هو مصدر المعرفة اللي الطالب في جامعة المنصورة الجديدة بيتعلم من خلاله بيتعلم بيدخل على مصدر المعرفة بيدخل على الكتاب السمارت بوك بيدخل على الكويزس بيدخل على الاسسسمنت والأسسامنت اللي بيخطها من على البنوك دي